حياة شديدة الصعوبة يعيشها النزحون الفلسطينيون هربا من غارات الاحتلال الإسرائيلية ويئن النزحون من الحصارة المفروض عليهم من قوات الاحتلال تكدسات المواطنين واحتواء المدارس على العدد الكبير وغير قدرة استعبية للمدارس هذا عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض أمثال النزلات المعاوية والتهابات الجهاز التنافسي والطفح الجلدي وهذا ما يتردد كثير من المواطنين على المستشفى للعلاج بهذه الأمراض خيمة بالنهار شوب بعز الشمس الحشرات الدبان يعني في الشي مش قادرين مش قادرين نوفر مش قادرين إيش نعمل بالوضع اللي إحنا فيه بالليل برد ما بنلاقيش أغطية تكفي للكل الرمل تحتنا الولاد كله أمراض صرنا اللي بيكوح اللي بيسعل اللي ساخن بالليل يعني مش قادرين يعني وين حقوق أطفالنا وين حقوق الإنسان اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 16 مواطنا في الضفة الغربية المحتلة جاء ذلك خلال عمليات مدهمة وتفتيش واعتقال في مناطق وأحياء بمدينة الخليل ودورة وحلحول بالضفة المحتلة ومن مدينة دورة تم اعتقال خمسة مواطنين منهم أمين سري حركة فتحة بمنطقة دورة نادر عزمي ونجله حيث تم اعتقالهما للضغط على نجله حمزة لتسليم نفسه كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من مدينة حلحول أعلنت قناة 12 الإسرائيلية تأجيل انطلاق العام الدراسي في الجامعات الإسرائيلية لشهر ديسمبر القادم وكان رؤساء الجامعات قد أعلنوا في وقت سابق عن تأجيل بدء العام الدراسي إلى الخامس من نوفمبر المقبل ويأتي هذا الإعلان الجديد ليؤكد استمرار تعليق الدراسة التعليمية حتى بداية شهر ديسمبر وجاء في الإعلان أن الجامعات البحثية ستفتح أبوابها وتستأنف الدراسة بالتزامن مع بدء تسريح المجندين في الاحتياط على أن يكون ذلك لا يتجاوز تاريخ الثالث من ديسمبر منذ عام 1948 اعتادت سلطة الاحتلال الإسرائيلية ممارسة انتهاكات متنوعة تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني انتهاكات السلطات الإسرائيلية شملت سياسات الاستهداف وتصفية والاحتجازة تعصوفية والاعتقال ومدهمة الأحياء السكنية الفلسطينية فضلا عن مواصلة اقتحاب المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة تاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وسط أوضاع معيشية بالغة الصعوبة وعرقلة أي أفق سياسي جاد لتسوية الصراع الذي طال أمده على مدار سنوات استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سياساتها التعصفية تجاه الفلسطينيين بما في ذلك عمليات الاستهداف والتصفية والاحتجاز التعصفي واقتحام الأحياء الفلسطينية ومصادرة الممتلكات الاحتلال الإسرائيلي مارس سياسة ممنهجة لحملات الاعتقال على نحو شبه يومي ضد الفلسطينيين مع افتقارها للإجراءات القانونية ومعايير الاعتقال والمحاكمة العادلة وفي هذا الإجراء التعصفي انتهكت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاتفاقيات والقرارات الدولية حيث اعتقلت خلال عام 2022 وحدة 3500 واربعة فلسطينيين عمليات الدهم المستمرة للأحياء والمنازل الفلسطينية رافقها نوع آخر من الانتهاكات حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم للمنازل والمباني بلغت خمسين ألف منزل فلسطيني على مدار خمسين عاما كما أنها ترفض منحهم تراخيصة لبناء منازل جديدة أو منشآت وفي المقابل تسمح ببناء وحدات استطانية جديدة ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني على الأرض وخلال عمليات الدهم أو الاعتقال تستخدم القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الرصاص الحي والمططي وقنابل الغاز والصوت ووسائل القمع الأخرى مما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحة والتسبب في إعاقات دائمة للأشخاص المستهدفين الانتهاكات الإسرائيلية طالت أيضا المقدسات وأماكن العبادة فخلال الفترة الماضية اتخذت إسرائيل منحا متصاعدا للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فاستمر المستوطنون في تنفيذ اقتحامات يومية لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وتعمد المقتحمون أداء الصلوات في ساحات المسجد الأقصى في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال جموع الفلسطينيين من الصلاة والدخول إلى المسجد ضاربة بذلك كل القيم الدينية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر